اه بسم الله الرحمن الرحيم حلقة جديدة جماعة معكم احمد حنان هنتكلم النهاردة عن ايه الفرق بين سرعة الانترنت وايه الفرق بين سرعة تحميل. الناس كتير بتطلع اه تسألني يعني انا دلوقتي انا سرعة الانترنت عندي خمستاشر ميجا فالمفروض ان انا لما اجي اعمل ده اعمل بسرعة خمستاشر ميجا اقول لك الكلام ده غلط. تمام غلط ليه يا جماعة لان سرعة الانترنت دي حاجة اسمها بالبت. خمستاشر ميجا بت. انما دي خمستاشر ميجا بايت اللي انت بتكلم فيها. خلاص دون ما نخش في تكنيكا الكتير زي ما قلت لكم ان آآ البيت تمانية بيت. خلاص. البيت تمانية بيت. فغالبا بنقسم الموضوع ده على تمانية. يعني لو انت حضرتك عندك اتنين ميجا سرعة. حضرتك لما تيجي تعمل. ده واللوت هتعمل بمئتين كيلو بايت. عرفت منين? اسمت مسلا آآ الفين تمانية واربعين. على التمانية شوف اللي هيطلع وهو ده اللي انت هتحمله. خلاص طبع واحد عنده سرعة عشرة ميجا. بيت يقول لي هعمل دونلود بكام? اقول لك يا فندم اقسم العشرة تلاف آآ عشرة تلاف مسلا كام بقى عشرة تلاف متين واربعين. اسمهم على التمانية واللي هيطلع هو ده اللي انت هتحمله بالميجا بايت. يعني غالبا هتبقى واحد ميجا بايت وشوية واحد ميجا واتنين واحد ميجا وتلاتة كده. في الرنج ده. فلما يجي اقول لك انا عندي سرعة ميجا وده اللي الناس انتقدتني عليه في الحلقة اللي فاتت. او انتقدتني كتير يعني عليها ان برضو يخشوا يشتموا في الشركة ودي الشركة وايحشة ودي الشركة يا فندم انا مبدفعش على الشركة. انا بشارك لك مشكلة يعني انا بشارك لك تجربتي الخاص. دي تجربة عندي. انت بقى معترض على الشركة. انا مبدفعش عن شركة او شركة او شركة او شركة اتصالات او كده. انا بفهمك بحاولة ساعدك. خلاص بشارك لك تجربة عندي. انت بقى يا حبيب التجربة دي ماشي. اه انت شايف ان الشركة تانية افضل يا فندم ماشي انا مش بقولك لأ انا بقولك دي تجربتي الشخصية. انت عجبك ماشي مش عجبك دي حاجة ترجع لك والله ما ترجع لنا. خلاص? فسرعة الانترنت بتبقى بالبت وسرعة بتبقى او نقل البيانات بالميجا بايت او بالجيجا او بكده. ما علينا بس احنا هنتكلم ان الناس بتتكلم في انه عايز مفكر انه سرعة ميت ميجا لازم تحمله ميت ميجا بايت في الثانية او الكلام ده خلاص. خلاص عشان بس اللابس اللي عند الناس انا قلت اعمل الحلقة دي. يا رب يا رب حلقتي تكون عجبكو. ولو انت شايف انك بتستفد مني او استفدت بمعلومة مني. يا ريت ما تبخلش عليا وتعمل سبسكرايب من تحت الفيديو دوت من هنا من هنا من هنا. المهم انك تشترك معاه في القناة. اتمنى حلقتي تكون عجبكو. وكان معكم احمد همنا. لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. اشتركوا في القناة.